يا صباح الفل عليك يا هانت فضلي يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما قلت يا كريم هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لقرة القدم وبعثة النادي الأهلي وصلت القاهرة أمس لكن بقى قرر مستر مارسل كولر المدير الفني للفريق أعطاء اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يستقنفوا التدريباتهم يوم الأربع القادم ويبدأوا بقى الاستعداد للمرحلة المقبلة وقوم المباراة اليوم بالتحديد هتكون يوم 18 فبراير هتكون أمام فريق الهلال السوداني في سودان ضمن المنفسات بقى دور المجموعات من بطول الدوري أبطال إفريقيا يعني خلاص بقى النادي الأهلي هيغلق صفحة كأس العالم للأندية ويبدأ يركز فيه المرحلة القادمة عندنا مباريات مهمة سواء في بطولة إفريقيا أو بطولة الدوري طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق أما عن شباب 2001 بالنادي الأهلي فقدروا أمس يحققوا فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0 ده كان ضمنه نفسات الجولة الـ 18 من بطول الدوري الجمهورية لأنهم عملوا مباراة كبيرة جدا أحرص أهداف النادي الأهلي اللاعب علي عمرو اللاعب شادي ردوان وبهذا الفوز بقى يكون رفع النادي الأهلي نقاطه الـ 41 نقطة متصدر جدول الترتيب إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ونتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة ده فيما يخص أخبار كرة القدم خلونا بعد الوقت ننتقل لي الألعاب الأخرى ورجال الماسترز رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة مباراة سامي فاينل كأس سوبر المصري مباراة تكون أمام فريق طلاقع الجيش يعني خلينا أفكر حضراتكم بقى بنظام البطولة اللي طبعا بتقام لأول مرة في تاريخ كرة الطائرة المصرية نظام البطولة بيقام من دور واحد أربع فرق بيلعبوا بعد نادي الأهلي نادي الزمالك للتحاد السكندري وطلاقع الجيش وبيتم بقى ترتيب الأربع فرق طبعا نادي الأهلي تصدر الترتيب كالعادة فواجه بقى المركز الرابع طلاقع الجيش والاتحاد هيواجه الزمالك تمنى طبعا كل التوفيق لرجال الماسترز إن شاء الله بقى يقدروا يحجزوا مقعد في المباراة النهائية غدا ويفوزوا النهاردة أما عن سيدات كرة الطائرة فهيستأنفوا تدريباتهم النهاردة بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منح الجهاز الفني ليه اللعبات بقيادة طبعا كابتن حمدي الصافي ده بقى يستعدوا ليه المباراة القادمة وطبعا دي هتكون مباراة بعد الاستقناف هتكون بداية بقى سامي فاينلز بطولة الدوري يوم الخميس القادم أمام فريق الشمس مباراة قوم فيه الإسكندرية بالتحديد على صالة الاتحاد السكندري الساعة 2 الدهر يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب فتيات كرة الطائرة بالنادي الأهلي كمان بقى شباب وشبات كرة الطائرة بالنادي الأهلي مبارح كان عندهم مباريات في بطولة الجمهورية قدروا يفوزوا الحقيقة فيها بنتيجة 3-0 يعني هتكلم بالتحديد عن شباب كرة الطائرة 19 سنة قدروا يحققوا يفوزوا على سموحة بنتيجة 3-0 وكمان شبات النادي الأهلي 18 سنة إدري حققوا يفوزوا على فريق صيد القطامية أيضا بنتيجة 3-0 وطبعا هو ده النادي الأهلي يعني سواء شباب وشبات أو الفريق الأول كله بينافس على الفوز في جميع المباريات خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد ورجال كرة اليد بيتأهلوا لربع نهائي بطولة كاس مصر ده طبعا بعد فوزهم أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 39-22 مباراة كانت بتقام على صالة اتحاد الشرطة رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا قدروا يسيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها عشان بقى يحجزوا مقعد في ربع نهائي كاس مصر رجال كرة اليد هيواجهوا فريق اليوبلس في ربع النهائي طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق واستكمالا بقى الحديث عن كرة اليد خلونا دلوقتي نروح لسيدات كرة اليد اللي بيوصلوا تدريباتهم النهاردة استعدادا للمباراة القادمة المباراة القادمة هتكون أمام فريق سموحة يوم الجمعة القادم وخليه بقول لكم انه سيدات كرة اليد الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري حقيقين سلسلة من الانتصارات ست انتصارات على التوالي ان شاء الله بقى يوم الجمعة القادم كمان يفوزوا على سموحة ويضيفوا مباراة كمان من سلسلة الانتصارات طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان آخر مباراة خلينا فكر حضراتكم منهم قدروا يفوزوا على فريق الجزيرة بنتيجة 27.14 يعني طبعا بفرق سكور ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة السلة وبعثة منتخبنا الوطني لسيدات كرة السلة بتغادر لأغندا استعدادا طبعا لتصفيات بطولة القف وباسكت وبقى بتتزين قائمة منتخبنا الوطني بخماسي النادي الأهلي اللاعبة سرية محمد نادين السلعاوي رانيم الجداوي مرال أشرف ويارة أسامة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هما ومنتخبنا الوطني وان شاء الله بقى كالعادة يشرفوا اسم مصر زي ما عودونا دايما يعني يا كريم الهواندي دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة معاكم طبعا لو عندوك أي استفسارات والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو ما فيش أي أسئلة ولا استفسارات ما فيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة